اشتركوا في القناة اصل انت لو ما عدتش لازم تعدي ايام وساعات بنودع النهاردة سنة فاتت ومعانا سنة جديدة السنة الجديدة بنبدأها معاكم بآية من آيات ربنا في سورة الرعد انا باعتبرها آية فاصلة للي عايز يتغير واللي عايز يحس بالتغير هو التغير بيجي منين نسمع كده الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يبقى لازم انت اللي تتغير اوعى تحمل المشاكل والعرقيل على الايام انت لما هتتغير ربنا هيغير كل اللي حواليك عشان كده بقول لك سيبك من اللي فات وخلي عندك امل كل عام وحضراتكم بخير كل عام وبلدنا مصر طيبة اوية شديدة متماسكة كل عام وكل مسلم وهو طيب وكل مسيحي وهو طيب كل عام والمصريين كلهم بدون تفرقة بين احد واحد كل سنة وحضراتكم طيبين ومع كل عام تلاقي يطلع علينا شوية ناس كل سنة في الوقت ده يقول لك اصل يعني ازاي هنقول لاخواتنا المسيحيين اللي هم شركاء في الوطن كل سنة هم طيبين بقول له حضرتك انت ما تعرفش حاجة وما بتفهمش حاجة في الدين ما بتعرفش الدين فاخد الكلام من العلماء خد الكلام من الناس اللي بتفهم في المسائل دي مش كل سنة انا نرجع نقول اصل التهنئة غير المسلمين بتهنئة بداية العام الجديد هو انا هسألك السؤال وترد علي هو سيدنا عيسى ده عليه السلام انت مؤمن بسيدنا عيسى ولا اكيد مؤمن بسيدنا عيسى طب عدم ايمانك بسيدنا عيسى وبميلاد سيدنا عيسى ايه اللي يحصل لك طب انت مش مكتمل الاسلام اصلا اسلامك غير مكتمل وغير حقيقي لانك انكرت شيء معلوم في الدين بالضرورة ده اساس فكل عام وحضراتكم بخير كل سنة وانتو طيبين مسلم كان او مسيحي وما تتعبوناش وكل سنة تطلعون بكلام يعني عشان نلخص الكلام لخصوا فضيلة الامام الطيب شيخ الازهر الشريف ابن الشريف وقال ان تهنئة اخواتنا الاقباط شيء اساس في الدين وما ينفعش من هنهمش باعيادهم عشان ما نصبحش جهلاء عارف ليه انا اقولك على موقف كده بسيط هتفهم منه الرسالة اللي انا عايز اقولها واخبال حضرتك سيدنا النبي كان في جنازة معدية قدامه الجنازة اللي معدية قدامه دي كانت جنازة يهودي كانت جنازة واحد يهودي فالحبيب فالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قام وقف فالصحابة يعني في بعضهم ما يعني خلي الامر كده يعني ده يهودي فرح سيدنا النبي قال لهم كلمة أليست نفسا هي دي مش نفس هو ده اللي كنا بنتكلم عليه في الحلقة اللي فاتت وكنا بنقول الإنسانية هو سيدنا النبي لما عرف ان اليهود بيصومه يوم عشرة اللي هو عندنا عشرة محرم فعرف ان هما بيصومه في هذا اليوم وسأل فقال له ده يوم اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام فيعمل ايه حضرة النبي صام اليوم نحن أولى بموسى وأولى بعيسى نحتفل ونظهر الفرحة فيش مشكلة عادي خلي عندكم منهج منهج متزن مش عايزين الحاجات اللي تخلينا نزعل من إخواتنا وشركائنا في الوطن ده أساس الدين انت تشاركهم فرحتهم وتسأل عليهم وتبرهم نخرج بقى من الموضوع التهنئة ده ونخش على عجديد عجديد إزاي هنستقبل عشرين عشرين فيه لا هيتجوز فهقول له فيه ناس ماشية في الشارع بتكلم نفسها الأستاذ محمد بيقول لي إن فيه اتصالات هلت علينا طيب نسمع كده أول اتصال معنا ألو ألو أيوة ألو السلام عليكم وعليكم السلام أنا هني حضرتك والإخوة المسيحيين جميعا والأقباط بعيد الميلاد ونقول لهم كل سنة وهم طيبين وهم أخواتنا وإحنا عايشين فوقنا واحد وكلنا هوات كل عام وحضرتك بخير ومصر كلها بخير ونشكر حضرتك طبعا على الكلام الجميل حضرتك كريم مع تقول متشكرين جدا يا فندم واتصالك جميل وإنتي بتعبري عن المرأة المصرية مشكرين المهم نسمع كده مع بعض بيقول لك إيه كنت فاكر إن الناس اللي بتكلم نفسها في الشارع مجانين اعرف بقى الحقيقة دول طلعوا متجوزين طلعوا متجوزين مش مجانين اللي هيتجوز هقول له تخلي بالك من نفسك أنت داخل على موضوع أسرة أولاد مسئولية انضباط حياة يتكون أدها يتكون أدها وتبني أسرة وتحفظ على أولادك وعلى بيتك يتخليك بعيد معنا اتصال أهلا 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 أيوة أهلا معنا اتصال من المنصورة سلام عليكم وعليكم السلام أي محمد معاه أهلا يا أستاذ محمد اتفضل بقول لها أدربك إحنا لو قربنا من ديننا وكده فقدر الاتصال بالأستاذ محمد ومع السنة الجديدة والعام الجديد بقول للناس الحاقدين والحاسدين والمؤرفين والهريين في ناس بتسرق فلوسك وناس بتسرق دحجتك وناس بتسرق فرحتك وناس بتسرق أفكارك وممكن في ناس تسرقك وفي ناس تسرق مكانك في الشغل تخلي عندك أمل تخلي عندك ثقة بنفسك وما تقلقش لأن اللي بيدبر أمورك الله اللي بيدبر الأمور مين ربنا اوعى تقلق من إيه اللي ترزق اوعى تقلق من مشاكل اوعى تزعل من شوية مرض ما تقلقش الأمل موجود تفائلوا بالخير تجدوه مدد يا رب يا حبيبي يا سيدنا رسول الله تفائلوا بالخير تجدوه لكن هتكتأب وتبقى أرفان وزهقان وناقم على الحياة هتتعب وهتتعب اللي حواليك علشان كده بقول لك يخليك متفائل فيجي واحد يسألني يقول لي يا عم هتفائل ايه ده أنا مش لقي شغل يا عم هتفائل ايه ده أنا معايا ناس يعني أرفني في حياتي ويقعد يكره الدنيا يا ابني يا حبيبي أو يا بنتي ايه حد بقول له الكون كله ده بيقيد ربنا يتغير في لحظة وفي أقل من لحظة لأن أمر ربنا كله بين الكافي والنون يغير لك حياتك معنا اتصال من سهاج ألو السيد عمر ألو أيوة فندم أيوة باشي اتفضل يا فندم أنا أنا كنت محب أنا كنت محب وعلي ما شايد نعم اتفضل سامعك ألو طيب أنت كل يوم في حد بينادي عليك بس أنت مش واخد بالك اسمه اليوم أهو الله بينادي ده ربنا اللي قال وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحلقة مش حلقة الدين على فكرة ده حلقة عادية جدا بس تحس إن الكلام كله مربوط بالإيه بسيدنا النبي وربنا عشان نقدر نعيش ونكمل وما توفيقي إلا بالله مش هتتوفق إلا بربنا وبحضرة سيدنا النبي إيه اللي بينادي عليك بقى كل يوم اسمه اليوم بيقولك إيه يا ابن آدم أنا يوم جديد يوم جديد أنا يوم جديد على عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم الدين تبتتزود بإيه بقى في ناس بتستقبل بقى السنة الجديدة دي بإيه تلاقيهم بقى راحين يصهروا وراحين أنا آسف يعني اشربوا خمرة واشربوا مخدرات وتلاقيهم بيعملوا حاجات غريبة تستقبل سنة جديدة بالكلام اللي مش كويس ده ده كلام يرضي ربنا خل استقبالك لليوم ده بحاجة تنفع خل استقبالك بحاجة تقربك لربنا تجعل أيام خير لكن تستقبل عام جديد بالمهازل دي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم طيب عندنا موضوع ألو ألو أستاذ عماد ألو أيوة أستاذ عماد تفضل مساء الخير يا باش مساء نور إفندي لو سمعت أنت بتتكلم على العلاج والمرض مستدى العلاج أنا معي أجواب على نفأة الدولة أيوة ومش عارف أتعالج بيه طيب حضرتك تواصل معي وسيبني مريتك في البرنامج وأنا أوعدك إن شاء الله إن القرار بتاعك تنفذ أنا معي أجواب على نفأة الدولة وروحت للدكتور يقول لك تبلك علاج وأجرب وأعمل بقالي 6 أشهر طيب أنت سيب رقمك وأنا وعيدك على الهوى هو إن أنا هتواصل مع حضرتك وهوصلك بوزارة الصحة وينفذوا القرار اللي طالع لحضرتك أنا عايز أقول لكم بقى إن فيه تطور جميل أوي عجبني في وزارة الداخلية والله التطور ده ما حد تشوفهم كلامي ده إن ده تطبيل أو ده شيء يعني أنا ملزم بيه لا والله أنا حاجات بشوفها بعيني فبورها لكم يمكن أنتوا ما بتاخدوش بالكم القسيد محمد ينزل لنا الصور كده هتلاقوا إيه بقى بص يا فندم هتلاقوا إيه بقى والله الكلام ده مش تمثيل يا جماعة ده حقيقة بيقول لك واحدة أختها عجزة عن إن هي مش قادرة تشيلها ولا تطلعها فاتصلت بالنجدة على الفور رحولها وشالوا والدتها أو أختها وطلعوها وودوها المكان اللي هي عايزها ده تطور جديد في أداء الشرطة المصرية تطور مراعاة الحالات الإنسانية النهاردة تكلمنا لو أنتوا فكرين معايا في الحلقات اللي هي قبل كده لو تفتكروا معايا اتكلمنا عن تطور الشرطة وأن هي تساعد المحتاجين وتساعد الناس الغير قادرة على أن هي تروح مصلحة حكومية وتتعب النهاردة الشرطة فعلياً ورسمياً والله مش بيمثلوا ده حقيق ده هما اللي بيعملوا كده ده حقيق والنهاردة وزير الداخلية مشكوراً أصدر قرار لطفلة عندها جراحة دقيقة في القلب أن تعالج على نفقة وزارة الداخلية متشكرين للسيد اللواء وزير الداخلية المحترم الذي يطور في أداء الداخلية في مصر متشكرين يا سيادة الوزير ربنا يحفظك ويحميك وإحنا يا جماعة والله والله ما بنتبل دي حقيق الناس دي بتعمل حقيق بتطور من نفسها النهاردة تلاقي في حاجة اسمها مبادرة كلنا واحد بتاعة سيادة الرئيس برضو بقول كلام حقيقي انزل شوف المبادرة دي عملت ايه النهاردة السلع التموينية والسلع الغذائية بتتباع بالأسعار الحقيقية في كل منافذ البيع لوزارتي الداخلية على مستوى الجمهورية طب هي الداخلية مطالبة بالكلام ده اه مطالبة عندها منهج ومشي عليه بتطور من أداءها بتحفظ على الأسعار في السوق بتواجه الغلاء واحد هيسمعني دلوقتي يقول لي يا عام وائل انت بتقول كلام يعني انت عملت تشكر في الشرط انا بشكر في الشرط دي حقيقة دي تطور في الأداء النهاردة تروح اي اسم تلاقي في تعاون من الزباط في تعاون من الأمناء في تعاون من السادة المسؤولين أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام أستاذ عبير أيوة أستاذ عبير اتفضلي فإندي مع حضرتك أنا لو سمحت بالله عليك أنا معي أربع أولاد أهلا وسهلا اتفضلي وجوزي معاق بقاله سبح سنين عنده عاقة زهنية تمام وعاقة زهنية آه عنده جاله يعني كان جايله العاقة الزهنية دي قبل الجواز بقى يعني هو كده لا لا بجاله العاقة دي كان جايله جلطة بعد الجواز تمام انت حضرتك منين أنا من كفر الشيخ من كفر الشيخ طيب ممكن تسيبي رقمك مع الـ مع الـ كنترول أنا معي أربع أولاد طيب أنا أنا إن شاء الله مستعد إن أنا ساعد حضرتك بإذن الله بإذن الله سيبي الرقم حضرتك وهتوصل معاك بإذن الله وعندنا الرقم بتاعنا التواصل بالواتس موجود تمام النهاردة الداخلية جماعة تتطور بتنزل تشوف الناس تصل بالنجدة لو ما رضيتش عليك أتحداك ترد عليك واتجيلك مش كلام ده تطور في أداء الداخلية تطور في أداء الشرطة قالوه معانا الأستاذ عماد قالوه أيوة السلام عليكم طيب ألو ألو أيوة مع حضرتك أيمن سيد أيمن تفضل أيمن بن سوي أهلا وسهلا تفضل يا سيد أيمن حضرتك كنت مقدم في تكافل وكرامة ومخدش وقدمت تظلم طيب إنت مخدش فيه ممكن تكون مش محتاج يا سيد أيمن ممكن تكون حضرتك مش محتاج إزاي حضرتك مش محتاج إزاي أنا مش موظف تمام ومعنديش داخل يعني بالشغل كده أرزاء طيب يعني أنت بتعمل قادر على العمل تمام طيب طيب قادر على العمل تكافل وكرامة ده لو حضرتك رجعت البنوت بتاعته والشروط بتاعته هتلاقي ده اللي هو للمرضى اللي هو غير قادرين على العمل طيب أنت قادر على العمل طيب أنا حضرتك زوجتي مريضة بتغسل كلا طيب ما أكيد بتعالج على نفقة الدولة السدعمات تمام طيب يعني الدولة يعني أنت بتقول حاجة وأنا برد عليك من غير معرفك الدولة أكيد قائمة على هذا العلاج صح؟ صح ما أسرتش معاه طيب أنت تكافل وكرامة ده هاي مال للناس اللي هي مش موظفة اللي هو ما عندوش تأمين ومش بتهمل عليك يبقى أنت ما رجعتش بنودها لا هي معمولة للناس الغير قادرين على العمل الناس اللي هم كبار السن الناس اللي هم مرضى لكن حضرتك من صوتك كده من غير معرفك أنت شكلك شاب قادر على العمل ألوه شاكرين يا أستاذ آيمن طيب إحنا يا جماعة لازم بنسمع الناس هوا وبناخد وندي معهم وبنسمعكوا أنت النهاردة يا أستاذ آيمن عشان ما قطرش في هذا الأمر لو قادر على عمل يبقى الدولة هتديك ليه؟ يعني هي الدولة مشكورة بتعالج زوجتك يبقى الحمد لله عندنا هوا باعترافه مش باعترافي عشان ما حدش قول أنا بقول كلام من عندي طيب النهاردة أنا بقولك الشرطة تتطور في تطور غير عادي في أداء الشرطة طيب مبادرة دي لسه بقولك كلنا واحد دي خلت الأسعار كلها متنزقة ومتنزبة في متناول المواطنين طيب متشكرين للأداء الطيب دوا ومع الجديد في 2020 بإذن الله وتحية للشرطة المصرية معنا اتصال ألو ألو أيوة يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام مين حضرتك معنا أنا حجة مصابري لو سمحتك أهلا وسهلا أنا حجة مصابري تفضلي أهلا بحضرتك أتشرق أقول لحضرتك أنا ابني عنده قهربة في المخ أيوة وعنده خلع متكرر في الكتف وهيتعمله خططيفه في كتفه وكنت مقدمه له في تكافل والكرامة ولغاية دلوقتي ما جات ملوش جميل جميل معاك معاك طيب أي ها فيعني وكل ما روح أسأل في هناك يقولولنا لا ما فيش حاجة جات لسه 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 لكن هما قبله الملف آه موجود يا فلد طيب يعني ما رفضهوش أيوة يا فلد طيب هي بص حضرتك ربما ربما يكون لسه الدور بتاعه ما جاش انت نفسك كلامك معايا ده بيؤكد ان في تطور اهو ما ترفضش الملف واحد مريض محتاج غير قدر العمل الدولة هتساعده ممكن يكون وقته لسه ما جاش خلاص سيبي رقم حضرتك برضو وهنا تواصل مع حضرتك بإذن الله ألو هو رقمي ما تقولهوش على الهوى حضرتك انت سيبيه في الكنترول هم هياخدوه وهيوصلوك بيا إن شاء الله هلو تمام ايه شكرا يا كانون شكرين لحضرتك النهاردة في قانون اسمه حماية المستهلك أنا عايزك تفهم معايا كده واحدة واحدة ما عشرين عشرين يا رب تكون سنة جميلة وعام طيب نفرح فيه العام الجديد بيقول إن في مبادرات هتحدث من وزارة التمويل ومن وزارة الصحة ومن وزارة التضامن وهتشوفو بعنيكم بقيادة السيد الرئيس وبتعليمات منه عشان المواطن يحس بالتغير بيقولك إن هناك في مبادرة هتحدث بتضامن وزارة التمويل مع وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لبطاقات التمويل كل واحد ليه بطاقة التمويل هيتحط له الرصيد فيها مبلغ من المال لسه ما اتفقوش عليه وربما يكون الف امتين وخمسين جنيه المؤمن دي مع بداية عشرين عشرين إن شاء الله وبتوفيق ربنا نرجع لموضوع قانون حماية المستهلك أنا عايز أتكلمك عن قانون حماية المستهلك النهاردة كده في عجالة بسيطة كده افهم معايا يعني قانون حماية المستهلك أي واحد بيشتري أي حاجة أي حاجة في أي حتة لازم ياخد فاتورة عارف لو اشترت بسكويت لازم فاتورة لو اشترت شوكولاتة لازم فاتورة هتقول لي صعب هقولك هو ده اللي هيطبط الأمور طيب قانون حماية المستهلك بيعمل لك إيه بيقول لك إن حضرتك نازم تكون بيانات السلعة موجودة على السلعة نفسها وباللغة العربية البيانات كاملة على السلعة باللغة العربية ومن حقك ترجع السلعة دي خلال 15 يوم طيب ومن حقك ترجع السلعة لو حدست فيه لو هي فيها عيوب صناعة خلال سنتين يا خبرة بيضة خلال سنتين آه خلال سنتين لو فيه عب صناعة ليه الأجهزة الكهربائية وغيرها من أدوات المنزلية وغيرها طيب اللي يشتري حاجة اللي يشتري حاجة من عن نت يعمل إيه يتأكد من البيانات البائع ومكانه ألو معنا تليفون معنا تتصل آه يا فندم السلام عليكم اتفضل يا فندم عليكم السلام آه لو سمحت يا فندم يعني أنا عايزا نتكلم بخصوص آه بتوع الناس اللي هما مجلس الأمناء أنا حضرتك جوزي لأكتر من 8 سنين شغال فيها ومرتبهم 164 جنيه ما بيزيدش هو متجوز هو من زوج الإعاقة البطارية آه وحضرتك كل ما يقدم ما نفحش طيب هما سيادة الرئيس قال إن نفطنون إعاقة في مساعداته في سياراته ومساعدة طيب أنا عايز عايز أعرف من حضرتك بسي عشان أفهم أنت حضرتك منين وإيه الموضوع بالزبط يعني فين فين حتة من قناء آه لهو الموضوع دي يعني في ناس كثيرة في موضوع مجلس الأمناء دي مجلس أمناء إيه مجلس أمناء إيه مجلس الأمناء الهم في التربية والتعليم الإداريين آه يعني حضرتك ليه دول مثلا مئة أربعة وثلتين ما بيزي شغوه متجوز وتبع الإعاقة وليه أكتر من ثمان سنين وقدم وسيادة الرئيس عمل في القانون الجديد قال إنه لهم عربيات ومساعداته ليهم وكذا يعني واحد متجوز ثمان سنين ومئة أربعة وستين في الظروف دي ودخلين على ألفين عشرين وعشرين ويعني إحنا عملنا كل المحاولات ما فيش أي حاجة جيد بقدام طيب حضرتك سيبي رقم حضرتك في الكنترول وسيبي نوع المشكلة بالزبط وحدديلي حدديلي هي مع مين إن شاء الله تواصل مع حضرتك وعلى فكرة في رقم بيطلع على الشاشة ده واتس ابعتيلي برضو المشكلة وأنا هتواصل مع حضرتك بإذن الله ربنا وفقنا ونكون سبب في خير لحضرتك والأسرتك بإذن الله سبحانه وتعالى طمام طيب عندنا بقى موضوع منتشر على السوشيال ميديا موضوع حاجة اسمها حبة الغلة إيه حبة الغلة دي بقى بقولك حبوب الغلال دي كان فيه متصلة تصلت بينا من حوالي مثلا أربع حلقات مشكورة وكلمتني في الموضوع ده أنا نفسي ما كنتش أعرف الموضوع لما بحثت وتبينت الأمر لقيت إن موضوع الغلة ده موضوع خطير جدا حبوب الغلة دي بقولك ألو بيقولك فيه حباية الحباية دي بجنيه أو باتنين جنيه بتستخدم فيه الحباية دي حبية الغلة دي دي بتستخدم في حفظ الأمح من التساوس طيب في بعض الناس بيقولوا إن إن الحبة الغلة دي محرمة دوليا وخبال حضرتك المشكلة بقى اللي احنا بنواجهها إيه بقى إن أي حد من الشباب اللي هو يعني عنده مشكلة اكتئاب ولا حاجة يقولك إيه يروح واخد الحباية دي ولا عزو بالله حباية قاتلة وسهلة جدا توجدها إحنا بنواجه عناية المسؤولين بنواجه عناية المسؤولين في بلدنا سواء وزير الزراعة أو وزارة الداخلية أو المسؤولين عن شبابنا في أي مكان نشوف موضوع حبة الغلال دي إيه حبوب الغلال دي إيه مشكلتها بيقولك الدكاترة والعلماء بيقولوا إيه بقى إن الحبة دي والعياز وإلى ربنا احفظ شبابنا وولادنا اللي ياخدها بيموت بيموت مالوش حل تاني ليه بقى لأنها بتحتوي علامات ده اسمها ألمونيوم فوسفيد إيه الألمونيوم فوسفيد ده بقى ربنا عافينا ده بيحول الجسم والدم اللي داخل الجسم إلى حموضة تامة فيصبح الجسم قابل للموت بيموت في الحال ثلاثة أربع ساعات وينتهي عايزين نلحق شبابنا إيه الموضوع ده أنا بوجه عناية السيدة وزيرة الصحة السيد وزير وزير الزراعة السيد وزير الداخلية يوقف المهزلة دي وقفوا المهزلة دي الشباب كده هتضيع مننا بيقولك حالات كتير جدا أنا كإعلامي في هذه القناة وفي هذا المكان بوجه عناية المسؤولين حفاظا على شبابنا وولادنا وروحنا وأطفالنا لازم نحفظ عليهم نلحق الكلام ده بسرعة حبوب الغلد منتشرة وموجودة وسهلة سهلة التناول يبقى نلحق أولادنا ونلحق أطفالنا نلحقهم بسرعة حفظ عليهم أنا بوجه عناية المسؤولين ينتبهوا لهذا الأمر شوفوا يمنعوها ازاي يوقفوا المهازل دي ازاي ما تبقاش في متناول الناس العادية حتى لو تستخدم في حفظ الحبوب الحبوب القمح وغيرها مش هينفع لازم ننضبط يا جماعة دي أرواح احنا بنحافظ على الصروة البشرية اللي عندنا ألو السلام عليكم وعليكم السلام سيد محمد ألو أيوة معاك وائلة بوشوشة أيوة سيد محمد محمد ألو معاك وائلة بوشوشة محمد خلق نسكندرية أهلا يا سيد محمد معايا ابني أنا بقالو ثمان سنين بياخد تكافل وكرامة تلتمية أربعة وعشرين جنيه بقالو ثمان سنين ما بيزدوش تمام بعدين هو مريض ناكفي يعني بعدين أعلم سلتمية جنيه عند يهاد ملوخية في في الآذريطة آآ في سلتمية جنيه كاتف ساعة غير العلاق بجيب سلتمية ربعمية جنيه علاق وهو هيكل بيهم ولا هيتعالج بيهم أستاذ أستاذ وائل طيب أنت حضرتك برضو بشكرك على اتصالك وإن شاء الله هتواصل معاك عندك نيمرة الواتس واسيب رقمك في الكنترول وإن شاء الله نحاول نتناول موضوع مع المسؤولين عندك وربنا وفقنا سبحانه وتعالى في نحاول نساعد الناس قدر المستطاع وبرضو خلي بالك المسؤولين سمعنا وشايفنا وإن شاء الله ممكن تلاقي حد منهم بيتواصل مع حضرتك بإذن الله سبحانه وتعالى طيب مع عشرين عشرين لأ قبل ما أخد الأستاذ ياسر مع عشرين عشرين بيقولك في ولد أنا باعتبره مش ولد باعتبره إنسان مش متربي خمسة وتلاتين سنة من محلة ضرب والدته يا ابني لو تعرف والدتك دي مقدرها قد إيه عند ربنا لو كنتش عملت اللي عملته ضرب والدته وعملها تورم في العين هو لسه عندنا ناس مش عارفين مقدر الأم والأب لسه عندنا ناس بالأخلاق دي ده انت ابني ربنا كده مش هرزقك يا حبيب انت كده يعني دخلت باب النار من أوسع أبوابه تضرب والدتك في المحلة عندها ستين سنة ضربها ابنها ضربها خمسة وتلاتين سنة اختلفوا مالياً في بعض الأشياء ضرب والدته ضرب الست اللي جابته ضرب الست اللي كان بتصهر عليه وهو تعبان اللي ما بتستحملش عليه يبقى تعبان ينفع انا مش لاقي كلام اقوله مش لاقي كلام اقوله انا لولا ان احنا في برنامج محترم كنت وجهتلك كل الألفاظ اللي مش كويس بس مش هينفع عشان دي والدتك عيب خمسة وتلاتين عيب ايه ده مش عيب ده جريمة تضرب والدتك حسبنا الله ونعم الوكيل واتعمل محضر برقم سبعتاشر ستمائة واحد وخمسين في جنح تاني المحلة تخيل والدتك عملت له محضر عشان ضربها عورلها عنيها ده كلام يا جماعة لسه في اخلاق كده لسه في ناس ممكن تعمل الكلام ده وعشين معنا انا بصراحة يعني مستاء جدا واي واحد فينا هيستاء ده يتعلق ويتضرب ويبوس رجل والدته ويفضل يعيط لغاية من سامحه وهي تسامحه وخلي بقى لك الامة مهما بيحصل معت لها برضو في الاخر بتسامح عشان هي اللي خليفته وهي اللي جابته معنا موضوع بقى برضو من ضمن الموضوعات فيه اتصال معنا يا استاذ محمد يا استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نبلا سمحت انا عندي مشكلة قدت بقبض معاش واخلي بقى عاجزين برضو تكافل وكرامة والكلام ده لا لا عاجزين انا عندي نظري تعبان ربنا يا شب من سنة جطعة من راحلة كده تمام والمهم رحت رحت واخلي بقى ده محافظة عندنا في سهاج عملت طبي كمسون طبي قال لي مليكش حاجة وابعا كده عملت تظلم في اسيوط قال لي برضو كده مليكش حاجة لما انا عنية بايزة جدامكم يعني ازاي يعني طيب سيب لينا رقم حضرتك ومعاك رقم الوص وهنتوصل مع حضرتك نشوف المشكلة عند مين من نسويين ونحاول نساعد حضرتك يعني وربنا يعينا ويعينكم وربنا يشفي كل مريض ويبقى عام سعيدة على الناس كلها ويفرح الناس كلها في شوية انسات كده ومدامات عملوا موقع اسمه او جروب اسمه حد شاف جوزي طيب مش اللي يعمل جروب ده يا جماعة يبقى عارف هو بيعمل ايه بتقولك حد شاف جوزي طيب يا سيدي ماشي ما فيش مشاكل حد شاف جوزي ما حد شاف جوزي هم قاعدين بيهروا وبيعملوا حاجات غريبة طيب النهاردة عاملوا الجروب دول والجروب انتشر والجروب بقى عليه الاف اكتشفوه ان هم في مصيبة كبيرة ما هو ده بقى هي دي بقى منصات التواصل الاجتماعي اللي احنا بنتكلم عليها في حلقاتنا السابقة وحلقاتنا اللي جاية عملوا الجروب حد شاف جوزي لا ما حد شاف جوزي يا فرحاتي عملتوا ايه بقى دخل عندهم الاف مؤلفة مين بقى اللي دخلوا عليهم بقى نص الجروب رجالة والنص التاني ستات بينزلوا ايه بقى الحلوين الامامير دول بينزلوا صور ازواجهم ايه ايه جماعة الكلام ده بقت فضايح بقت مهازم ودخلوا في الجروب وانتشر الجروب وعملوا مشكلة وده اقتحامل الخصوصية يا جماعة احنا بنعمل في نفسينا حاجات غريبة يا جماعة خلي بالكم من نفسيكم انتو مش لقييني نفسيكم مشاكل بتعملوا مشاكل ده جروب ده جروب ينفع حد شاف جوزي تروح منزلها صورة جوزها والتانية تنزل صورة جوزها وهي مش عارف معاة فين ايه الكلام ده انتشر الجروب وتعملوا مشاكل ودخل عليهم رجالة وشباب بأسماء وهمية ما هي دي المشكلة اللي احنا بنعيشها مشكلة المنصات التواصل الاجتماعي ولذلك ابشركم في توجيه عالمي من من العالم كله دلوقتي بتفكيك الواصل الاجتماعي عشان الهاري اللي احنا عايشين في ده وعشان المهازل والفضايح اللي بتحصل يا جماعة انتو بتعملوا مشاكل لنفسيكم من غير سبب يعني ممكن واحدة بسبب موضوع زي ده تطلق تفقد الاسرة الاطفال يضيعوا مش عارفين ان يروحوا للأب ولا يروحوا للأم والدنيا تبقى لغبطة عشان عملت دخلت في جروب ونزلت صورة جوزها وجوزها عرف والتانية دخلت عليها ويسرقوا من على بعض الصور وينزلوها في مواقع تانية قول لي ده كلام قولولي انتو ده كلام ده كلام يرضي ربنا واسر بتضيع ده انت هاكل الخصوصية زي ما قلنا طيب عندي خبر خبر جميل انا بصراحة يعني باعتبره من الاخبار اللي هي يعني ايه اهي حاجات يعني تخلينا شوية في بارقة امل كده في شبابنا اللي جاي السيد رئيس جامعة الطنطة مشكورا اه الدكتور مجدي سبع اصدر قرار من حوالي يومين بالزبط بيقول في ايه بقى منع الطلاب من دخول الجامعة بالملابس الغير لائقة الكلام ده كان حياته من زمان يا ست العميد الكلام ده كان حياته من زمان قوي الشباب اللي بيخشلنا الجامعة بمناطين مقطعة الطالبات اللي بتخش الجامعة مش محترمة لا تحترم قدسية التعليم تدخل جامعة هتبقى فيهم الام دكتورة مسؤولة جامعة طنطة في جامعة طنطة دكتور مجدي سبع اصدر قرار من يومين الحفاظ على الثقافة قدسية التعليم تحية مني لرئيس الجامعة جامعة طنطة اللي أصدر القرار الجميل ده لازم ننضبط يا جماعة يعني تخش الجامعة ويعني تمشي أصلا بمنطلون مقطع إزاي يعني مش فهمك ومش فهمك إيه الكلام ده دي سلوكيات غير حضرية دي سلوكيات انت كده مش محترم المجتمع انت كده بتصخر من الناس بتصخر من نفسك الأول بتصخر من غيرك داخل جامعة كلية الطب كلية هندسة كلية حقوق كلية أداب أي أن كان انت هتصبح في وم الأيام كيان انت أصبحت بالفعل كيان لسه بتلبس بمنطلون مقطع إيه الكلام ده إيه يا جماعة الأخلاق دي فتحية وشكر وتقدير لنا وليكم القرارات دي هي اللي هتغير هي دي القرارات المنتجة وبرضه في قرار من السيد وزير التعليم لسه شايفه من حوالي 24 ساعة ان هو منع المشروبات الغازية واي حاجة المقرمشات اتضرب الصحة من دخول المدارس وتمنع منعا باتا لازم نحفظ على صحة الأطفال يا جماعة هي الأطفال بيجي لها الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة والحالات المستعصية دي بتجي منين ما بتجي من حاجات دي الحاجات اللي هي درة بالصحة دي لازم ننضبط يا جماعة لو ما نضبطناش هنتعب لازم ننضبط ولازم يبقى عندنا تغير في المجتمع لو ما تغيرناش مش هنتغير اوعى تعول على الدنيا وعلى الشوارع وعلى الناس وتقول أصل الناس ماشي عكس فانا ماشي عكس لا يا حبيبي لا تكن رجل إن معا إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساءت ما ينفعش تواخد بال حضرتك من كلامي كلام ده مهم جدا كلامنا ده لازم تسمعوه جد وتفهموه المجتمع مش هينضبط إلا لما كل واحد يعرف إنه هو مسؤول فيه شفت عربية مخلفة خد رقمها وبلغ الخطوط الساخنة شفت واحد ماشي عكس صور عربيته وبعتها لقدرت المرور شفت واحد بيرمي زبالة بلغ عنه شفت واحد بيرمي ردم في الشارع بلغ عنه هي دي لها أصل الشرطة والأحياء والمحافظة مش هتقدر تتعامل مع كل الحاجات دي إحنا عندنا انضباط أصلاً اسمه انضباط المواطن نفسه المواطن لما هيساعد المجتمع قلنا الكلام ده قبل كده عشان تحدث يحدث الانضباط وعدم الفوضى ازاي يحدث بيه وبيك بيه كيه النهاردة بنشوف مهزلة والد بيدخل مدرسة بقرية النسايمة في الدهلية وبيطعن طالب أثناء تأديت الامتحان عارفين الولد ده الراجل والد الانسة المحترمة طعنه ليه طعنه ليه لأنه عاكس بنته الطالب عاكس البنت ففي ناس دماء حامي شوية أنا طبعا مش بقول إن من حقه يعمل كده لا يعني ممكن ياخد إجراء قانوني يعمل له محضر بس إحنا عندنا ناس في ناس دماء حامي شوية في ناس دماء حامي شوية فدخل طعن الطالب في مدرسة بقرية النسايمة بدي أهلية عشان عاكس بنته أنا معاك إن ده غلط ما ينفعش عاكس بنتك ولا بنت غيرك لأنه عنده اخوات وعنده والدته فالكلام ده يا جماعة لو إحنا ما تطورناش في أخلقنا المجتمعية وحفظنا ده أنت اللي الطعن ده أنت تحافظ على بنت مكانك وبنت قريتك وبنت جرانك حافظ اللي ما ترضهوش لأهلك ولا أهل بيتك ما تعملوش مع الناس المجتمع محتاجش وعد انضباط إحنا دخلنا عشرين عشرين أهو خلاص بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يجعلها أيام خير على كل مصري والوطن العربي وأي حد طيب وأي حد شديد يجعلها أيام طيبة إزاي لما نغير من نفسينا وأخلقنا لكن طول ما انت زي ما انت خلاص هتبقى فوضى مش حيب انضباط وعمرك ما هتقول حاجة كويسة في حق الدولة ليه انت أصلا وحش انت أصلا مش كويس لكن اتعب شوية صدقني اللي هتتعب في النهاردة هتلاقي نتاجت بكرة اللي هتكتهت في النهاردة هتلاقي نتاجت بكرة بس انت للأسف عندك فقدان ثقة أنا عايزك تبقى واثق من نفسك شوية طبعا احنا مش مع مع الاب اللي عمل كده احنا عايزينه ينضبط ازاي يروح يعمل محضر ماشي من حقه حفظ على بنته طبعا بعرضه مفيش مشكلة لكن اللي هو عمله ده يعني برضو يعني فيه شيء فيه خروج على القانون ما انفعشك طبعا فيه حاجات كتير لازم تتغير في حياتنا فيه حاجات كتير لازم تتغير في حياتنا اخلقنا اطبعنا لو فضلنا لو فضلنا كده من غير ما نتغير البلد مش هتتغير اوه هتفكر انت هتصحى الصبح تلاقي الدنيا جنايا لأ هتبقى جناين وحدائق وهتبقى البلد نضيفة وهيبقى المر منضبط بيكوبية مش الحكومة هي الحكومة عمل الطرق وعمل القانون المرور وعمل طريق للناس تمشي عليه فيه ناس بقى مهملة تلاقي واحد بيرمي مثلا نقمامة في الشارع وهو راكب العربية روح حادف حادف شنطة الزبالة في الشارع ده كلام ده المجتمع اللي احنا بندور عليه ده انت راكب عربية يعني انت راجل يعني مقتدر او راجل محترم ترمي الشنطة كده من دي اخلاق دي اخلاق تنفع طبعا كلام كلام يزعل وكلام مش كويس اخر حاجة بقى عالسوشال ميديا بيقولك ان جوجل هما فيه مطلعين اشاعة ايان عشي تعرفوا ان ان كلام الهاري على السوشال ميديا بيعمل مشاكل كتير بيقولك جوجل ايه بقى بيقوله يعني ان الجي بي اس اللي هي الخرايط اللي في جوجل هتغير صوت التعريف بالطرق بصوت بدرية طلبة اه اللي هي الممثلة الفنانة بدرية طلبة ما احترمنا ليها طبعا يعني هي طبعا ايه ليها افهات كده وموجودة على السوشال ميديا وليها طريقة كده في الاصوات وطريقة الاداء واخبال حضرتك فيعني لو واحد طلع كبري مثلا غلط هتلاقي بدرية طلبة تقوله هي خربتك مش ايه غلط يخربتك هيرجع ده صوت بدرية طلبة لكن السوشال ميديا عشان احنا عندنا منصات تواصل متخرف طلع الكلام غير كده خالص جوجل نفت جوجل نفت الموضوع تماما وقالت الكلام ده غير وارد واخبال حضرتك ولم يحدث ولن تتغير الاصوات فالسوشال ميديا عنده اضاع يعني يضحكوا عن الناس يعملوا اشاعة اخر حاجة بقى معايا ببشر السادة الموظفين السادة الموظفين العموميين في مصر ببشرهم وبقول لهم الو ايه حاضر يا فندم حاضر حاضر طيب انا هاختم حالا بس هقول قرار يخص الموظفين العمومين في مصر السيد نائب رئيس نائب السيد الوزير بيقول لا نية للاستغناء عن الموظفين بالدولة اعتقد ده خبر جميل اختم بيه حلقتي معاكم وانا متشكر جدا وكل عام وحضراتكم بخير مسلم مسيحي اي مصري كل عام وانت بخير ربنا يجعل ايامنا خير ويجعل ساعتنا خير واوقاتنا خير ونشوف ولادنا وشبابنا في احسن حال وتحياتي لمصر كلها وكل واحد مصري شريف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا